اشتركوا في القناة ما زال في منزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة 12 و 47 دقيقة بعد الظهر لينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر اليوم متواجد بالدلو وبالحوت يعني لغاية ساعات الصباح رح يظل بالدلو بعدها رح ينتقل للحوت وتأثير القمر لما بكون موجود بالحوت منشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد طبعا احنا الان في فترة خلوه ومسار خلوه ومسار هاي بدأت من منتصف يوم الامس ورح تستمر حتى تمام ساعة اربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينتش صباح اليوم لا ينتقل القمر وصير بالحوت في فترة خلوه ومسار دائما منحكي انه هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل الان القمر رح ينتقل زي ما حكينا ساعة اربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينتش رح يستقر في برج الحوت فعشان هيك التأثير رح يكون على جميع الابراج بالفترة هاي لبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيظرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع بحبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر او الرسم او عيادة المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير يعني ايشي له علاقة بالتجميل او بالفن بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا اول زاوية هي رح تتشكل هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس يعني بده يصير القمر نصف بدر فهاي الزاوية رح تكون الساعة اربعة وخمسة واربعين دقيقة صباحا وهذا الاتصال بما انه سلبي فبيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تفليث ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة صباحا وهي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والورانوس رح تكون في تمام الساعة سبعة وعشر دقائق مساء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا القمر بما انه موجود بالحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 24-11 رح يبدأ في تمام الساعة 10 و44 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و4 دقائق بعد العصر لا ينتقل لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر طبعا المربع زي ما حكينا منتصف بدر يعني تقريبا هو نعتبره احنا المربع الاول سبع ايام في تمام الساعة 10 و39 دقيقة بعد الظهر بيصبح 8 ايام نسبة الاضاءة 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 25% لانها بمرحلة انتقال وتربعها او تربيعها مع القمر اما بالنسبة للقمر في الدلو حتى يوم 22-11 مزاجه سعيد بنسبة 50% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 طبعا منتحسة بنسبة 60% والسبب انه هي في مرحلة انتقال واثنين بتشكل ما زالت زوايا غير متصلة ما بينها وبين الكواكب اللي موجودة بالجدي وما بينها وبين اورانوس تقابل يعني مقابلة معها فعشان هيك منعطيها انتحاسة بنسبة ما بين 50% و60% اما بالنسبة للمريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بعشرة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه يعني ممتزج لانه بشكل زوايا ايجابية فعشان هيك يعني طغت عن نحوس شوي فبظل متقلب بالمزاج فبكون يعني ما بين 10% ما بين ايجابي وسلبي اما بالنسبة لبلوتو بلوتو اللي في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر بين الاصدقاء ولكن في ساعات الصباح بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة انتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حض فما تراهن على الحضوض أبدا وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب توقع أن يكون عندك شوية فوضى أو تأخير أو خسارة السبب أن القمر بده يدخل على بيت متعبك برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل في ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وذلك حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح مناسب للي يعني بيبحث عن عمل أو بيفكر في أمور إلها علاقة بالعمل أو تعزيز أمور إلها علاقة بالعمل الأهم إنكوا تركزوا بشكل جيد ما تغامروا ما تجازفوا ما في داعي لأي شيء إلو علاقة من الامتحانات الجامعية أو التنقلات بنوع من أنواع التهور بدكوا تركزوا بشكل جيد رح تركزوا على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة في خلال هذا اليوم إما سداد فواتير أو التزامات برج السرطان تفحصوا حساب مشترك ومتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الصباح بتركزوا على أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون لكم هيك تواصل مع شخص أو دراسة موضوع معين أو بحث عن موضوع معين برضو هاي بتزيد من رغبتكم في التفاهم مع أحباءكم أهمش إنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات حاول إنك تكون جاهز لأن الأضواء مسلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات الصباح بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بالتخليص أو بتخليص معاملة رسمية أهم إشي إنك ما تتذمر برج العذراء واصلوا عملكم أو عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد في ساعات الصباح تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضت لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواعها تعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر برج الميزام بتظل العاطف قوية عندكم وبميل أحبائكم للتجاوب معكم ولكن في ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من إرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا ذعت الحاجة فترة مهمة جدا حاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات الصباح بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تبعث على البهج والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد وتتلقى إيجابي وإشارة مهمة ابتسم فالحض إلى جانبك هذا النهر برج القوس اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير برج الجديد تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حاولوا تخففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة أو تنقلاتك أو إجراء الواجبات اللي عليك بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم امتحان وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بالفت النظر والإعجاب برج الدلو أنتم نشطون مع ذلك لا تبادروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل في ساعات الصباح ممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي يعني ممكن تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر لك شوية مصاريف غير متوقعة خلال هذا اليوم برج الحوت بيظل التعب مسيطرة عليكم حتى ساعات الفجر من ساعات الصباح تبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم ممكن تعزز معنوياتك من جديد وتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لوارشة جديدة تعتبر من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء